السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم كانت منا تكونوا كي حملين بخير بألف خير إن شاء الله يا ربي كما شفنا اليوم الأخت هودا الناشطة البارح تعتقلت بسبب ديال واحد النزاعات اللي كان عندها مع الأخ جوك كان بناتهم مشاكل وديك شي كبر والبارح تعتقلت كانت أسف لها بزاف لقد إنسان أنا صديقة جالي وعزيزة إلي وكانت من نوم الله يكون معاها والمشكل الكبير اللي غادني بزاف الخوت واللي خليني نديرات ستوري ونهضر هو الأب ديالها اليوم ما توفى الأب ديالها كما كان عارفه الأب ديالها كان مريض مشلل هي اللي كانت مقابلة الوليد ديالها بحكم بأنه ما كيقدر لي يأكل لولو كما كتلكم على الخوت الأب ديال الأخت هودا الناشطة اليوم ما توفى حيث كما كتلكم هي اللي كانت مقابلة كتوكلو حيث ما كي يأكل موالو بوحدو كيلي كانت كتحندو الماكلة وكتوكل هالو بوحد لاسوغانك كتوكلو بيها موامو الله فوشمو كان هدر معكم وربي اللي علم بي يا الخوت لأن كيفاش هي تعتقلت البارح والأب ديالها بالفق سامس كل يوم صباح ميت الله يرحمه ويوسع عليه والله يصبرها أنا من هر المنبر هدا كان قل أخته هودا والله يصبرك حترا ماشي سهلا وهودا كان ديما كانت تقول لي وحد كلمة اللي هي كانت تقول لي أنا الوالد جالي إلا خطيته غير بعشرين ساعي توفى وسبحان الله فعلا أبدأ لعلي توفى غير هادير بنا دمو خيكون ما شنو دير لك غادي تنازل وغادي تسامح الله يدير لنا تويد الخير والله المهم الخط أنا مسامح كريم وإن شاء الله تكون هادية آخر يكون هادة وآخر مشكلة يكون بناتكم إن شاء الله دونك القادية ما بقاتش فيها غير اعتقار ولا دبل دونك كما قلت كانت من نمو الله لا يجعلها مغفرة الدنوب وكانت مننا كانت مننا الأخ الجوك يتنازل لها واللي غلب يعف والمجداء والله يزيد في صبرك والله يفكس راحك وإن شاء الله يارب يكون معاك وبالنسبة للأخ الجوك كانت مننا وقلبك يكون سميح وتنازل لها وصع فيه كما كان قولوا لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر